السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم الجديد وشكرا تغلب المنتخب الوطني المغربي للفوتسال على نادره الإيراني بهدف قاتل 4-3 في الأشوات الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة بالتعادل 3-3 في نهاية الدور القاري الودي المقام بالتيلان وتمكن أسوال القاعدة من افتتاح النتيجة عن طريق اللاعب يوسف جواد في الدقيقة 4 قبل أن يضيف زميله خاليد بوزيد ثاني الأهدف في الدقيقة 15 وحفظ رجال المدرب شامدقيك على تقدمه متنائية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول قبل أن يغير المنتخب الإيراني طريقة لعبه وينجح في تقلص النتيجة عن طريق اللاعب أحمد علي العباسي في الدقيقة 5 من عمر الشوط الثاني وضغط منتخب إيران بشكل كبير على الدفاع المغربي إلى أن حصل على ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى تقنية الفار وانبر لها بنجاح اللاعب حسان طيبي بيقوني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الثاني وأتيحت للمنتخب المغربي أكثر من فرصة للتجيل الهدف الفوز في الدقيقة 5 الأخيرة ومن بينها محاولتين خاطرتين لأهناس العيان ويسف جواد وحصل أسود القاعدة على فرصة تجيل الهدف الثالث من نقطة الجزاء نفذها بنجاح اللاعب إسماعيل والدوج لكن المنتخب الإيراني دفع بكمل تقليل تعديل الكفة في التون الأخيرة وتأتله ذلك عن طريق زيادة العدادية وكان بمقدور هشم المسرار ما احتقد دوم من جديد المنتخب المغربي في الشوط الإضافي الأول لكنه أضع عن فراد بحارس المرمى الإيراني حيث نجح هذا الأخير في التصديق كذلك لتصويبات إسماعيل والدوح من نقطة الجزاء وفي الشوط الإضافي الثاني تمكن المنتخب المغربي للفوتسال من اقتناص هدف الفوز أي 4-3 عن طريق يوسف جواد التواني الأخيرة اشتركوا في القناة